اهلا وسهلا فيكم من جديد في فقرة ألو دكتور لليوم ضيفنا رح يكون دكتور عارف الخالدي استشاري أطفال الأنابيب والمساعدة على الإنجاب رح نحكي على ما يجوا اتصالاتكم طبعا إن زي ما بتعرفوا فقرة ألو دكتور هي فقرة منفتح لكم المجال فيها لا تتصلوا فينا وتسألوا دكتور عارف أي سؤال بخص موضوعنا لليوم هو عن أحدث التطورات في مجال أطفال الأنابيب أو أي سؤال بخص أيضا الصحة الإنجابية أو أطفال الأنابيب وأرقامنا رح تكون ظاهرة قدامكم على الشاشة صباح الخير دكتور صباح الخير ستروان صباح الخير هيثم صباح الوطن الجميل صباح رؤية الحلو اللي أنا بحس حالي من البيت من هون من البيت هذا الله يخليك أهلا وسهلا دكتور طبعا دكتور أول إشي انت يعني وجهك البشوش هيك زي نجوم السينما دكتور عرفتشي لا يعلق عليك سيليا الله يخليك أول أول إشي ما شاء الله عليك ثاني إشي وجه الخير وجه السعد بإطلالتك وبأخبارك في أخبار اليوم مهمة جدا تدعو للتفاؤل في مجال أطفال الأنابيب إذا تحب تخبرنا عن أول خبر في خلال الشهر الماضي خلينا نبدأ بآخر خبرية اللي هي بخمسة ثلاثة طلعت هذا الشهر لسه من جامعة واروك من بريطانيا اكتشفوا اكتشاف جديد أن الحالات اللي عندهم إجهاضات متكررة أو فشل متكرر بالزرع بأطفال الأنابيب أنه عندهم هدول النساء نقص بالخلايا الجذعية في بيطانة الرحم اختراق علمي عملوه على مئتين سيدة مئتين ست وتبين أنه هدول الستات اللي بيجهدوا متكررا أو بيفشلوا بالزرع متكررا أنه الخلايا الجذعية عندهم ذاتية بتكون قليلة إيش هذا النتيجة تبعته؟ الخلايا هاي مسؤولة عن تجديد البطانة وتكون البطانة أكثر استقبالية للأجنة طبعا هلأ هم عملهم بيعملوا على عملية تطوير لفحص لنعرف مين هاي السيدة من قبل ما تعمل أطفال الأنابيب أو من قبل من أول ما بتيجي من أول إجهاض أنه نعرف مين هي لنعرف نتعامل مع المشكلة البحوث الثانية اللي هلأ شغالين عليها هم أوكي عندهم النقص شو منقدر نسوي لهم؟ هل منقدر نعمل لهم نقل لخلايا جذعية ذاتية منهم أو من برة؟ فهذا تطور واختراق كبير أنه نعرف سبب جديد من أسباب الإجهاضات المتكررة والفشل المتكرر بالزرع يا السلام قد ممكن يرفع نسبة النجاح طفل الأنابيب دكتور؟ طبعا النجاح الطفل الأنابيب زي ما احنا عارفين هي 40 إلى 45 بالمية هلأ الناس اللي عندهم فشل متكرر عم تحكي عن نجاح 5 بالمية قد يكون هلأ هدول لما بترفعهم من 5 بالمية ل40 50 بالمية يعني هاي نسبة عالية هذا اختراق كبير طبعا هاي واحدة الاختراق العلمي الثاني كمان إجا من جامعة أكسفورد بريطانيا قاموا بعملية فحص للأجنة فيه إشي اسموا عندنا بالإنجليزي المايتو كوندريا اللي هي تقريبا منشبهها بمصنع الطاقة جو الخلية هلأ جابوا الجنين اللي عمره 3 أيام واخدوا خلية واحدة وصاروا يعدوا قديش فيه مايتو كوندريا دين اي تبع المايتو كوندريا قديش هذا بيصنع طاقة الجنين لقوا الجنين اليوم الثالث اللي عمره 3 أيام اللي عنده مستوى عالي جدا من الدي اي مايتو كوندريا هذا هو أقدر على الانزراع هلأ لما عملوا الفحص على الجنين تبع اليوم الخامس اللي عليه الشهرة انه هو اللي بيجيب أعلى نسبة حمل 60% أو 65% درسوا لقوا انه الأجنة تبعت اليوم الخامس اللي فيها مايتو كوندريا عالية مصنع طاقة عالية هذا جنين قليل زرعه يعني مش الجنين الكويس فصاروا يتناقشوا ايش السبب ممكن يكون يبدو انه الجنين النشيط على اليوم الثالث بالانقسام فعلا انه قوي للانزراع بيجيب نتائج عالية الجنين الخام اليوم الخامس لما بتكون عالية جدا يبدو انه بنازع بيطلوع الروح يعني عماله يحاول يحرك حاله بطاقة زيادة فالجنين يوم الثالث لما بتكون المايتو كوندريا الدي اي مايتو كوندريا عالية اشي كويس هذا جنين قادر على الزرع أكتر اليوم الخامس اذا كانت اقل هذا شيء جيد هذا الجنين قوي ويستطيع الانزراع كيف نقدر نطبق هذا الكلام انه هذا فحص جديد الان للاجنة احنا كنا نحكي كيف نقل الجنين الكويس كنا نقول درجة اولى ودرجة تانية بعدين اختلف العلم وتحدثنا عنه سابقا انه صرنا نفحص وراثة الجنين قديش الجنين كويس وقديش طبيعيا وغير طبيعيا للزرع هلأ كمان ها فيرذر ستيب ستيب لقدام انه منقدر نعد الميت كوندريد هبعته ودين ايه ونعرف قديش قوته للانزراع في صار عندنا ايش بسموه سيليكشن كريتيريا جديدة لتقرب الانسان من النجاح باطفال الانبيب اختراق علمي نعتقد انه في الايام القادمة هلأ عم بيعملوا استادي على نفس هذا الكلام اللي طلعت من جامعة اوكسفورد شهر عشرة عم بيعملوا استادي كبيرة بامريكا على نفس الموضوع اعتقد في القريب العاجلين يصير الامر بايدنا بالمختبرات انه نساعد الناس كيف يختاروا الجنين الاكثر قوة للانزراع والاجدر انه نستعمله وهل بيزيد النسبة ايضا اكتر من اربعين او خمس اربعين مية بالمية هذا قد يكون اختراق كبير وحيعلي نسب نجاحنا بطريقة كتير كبيرة طب دكتور نستأذنك في معنا اول اتصال سيد كمال على الهاتف سباح الخير سباح الخير اهلا وسهلا نتفضل دكتور بسمعك كل الاحترام لكم لضيفكم العزيز اللي بيحترموا بقدروا صدقا شكرا الله عليك دكتور انا بالنسبة لي كنت راجع عندك وما صارش نصير طبعا بعد مشكلتي ان حيوانات نوية عندي قصر وبالضافة للخزع القصر صارش جديد للحالات هاي مش عارفنا حلاء شكرا على سؤالك وان شاء الله بتمنى انه ربنا يكون معاك ويعطيك الذرية صالحة طبعا فيه امال جيدة بهذا الموضوع الآن كنا تكلمنا عنها سابقا بس مش غلط انه نعيد الكلام عنها الرجال اللي ما كنا نلاقي فيهم حيوانات منوية في الخزعة داخل الخصية الاختراق العلمي اللي هو من كم سنة طلع انه بطلنا نفتح الخصية عشوائيا وناخد عينات صغيرة منها الآن صرنا نفتح الخصية ونعمل عملية تفتيش تحت المجهر المكبر مجهر كبير هاي الفكرة اجت من جراحة الدماغ جراحة العصاب كانوا يحطوا مجهر فوق راس المريض لانه مش مزحة يغلطوا بعصاب بضربة صغيرة فواحد من العلماء قال خلينا نعمل تفتيش للخصية مش بالعين المجرد ناخد خزعة منهم انه نكبر الخصية الاف المرات من كل مئة مريض وهي الامال اللي عم بحكي لك ايها من كل مئة مريض ما كنا نلاقي عندهم حيوان منوي تلاتين مريض صرنا نلاقي عنده حيوان منوي تلاتين بالمية فهي نسبة عالية بمعنى اخر انه من كل مئة بيت كانوا مسكرين هلأ ممكن فيه امال لتلاتين اسرة انها تبني اطفال بنفس الحالة اللي حضرتك حكيتها طبعا انا ما بعمم الموضوع الموضوع فيه له خصوصيات كل حالة ممكن تفرق عن الحالة التانية فيه تحضير معين لازم نعرف ليش الخصية ما عم تشتغل عنده اذا نقص هرمونات من حضره يعني منعطيه هرمونات او ابر فيه بروتوكولات مختلفة واخصائيين الذكورة زملائنا الدكاترة عارفين فيها فلازم يمشي على بروتوكول لمدة 3 شهور الى 4 شهور قبل ما ندخله هيك عملية فانا برجع بعطي رسالة تانية ما تنعمل هاي العملية لانه لا تكرر كثيرا الا بعد تحضير جيد يعني 3 اشهر الى 4 اشهر من التحضير الدوائي قبل ما انه تدخل لهيك عملية واعتقد انه اليك امل امل تاني جديد طلع دراسة جديدة من اليابان كان فيه الخلية الام المولدة للحيوان المنوي هاي الخلية كان لا يشتفاد منها هلا فيه خلايا قبل ما يصر الحيوان المنوي للحيوان المنوي الكامل اللي احنا منعرفه اللي هي فترة تصنيع 72 يوم فيه مرحلة صغيرة بالنص اسمها راوند سبرمتد اللي هي الخلية الحيوان المنوي المدور مو اللي منعرفه الوديل ورأس وهيك هلا باعتقد قبل 7 سنوات 8 سنوات او 10 سنوات طلعت صرعة انه نستخدمه ولكن نتائجنا كانت سلبية فيه يعني ادمع مننا حالات كان يتكون اجنة بس لما نرجعها ما كان يصير انزرع دراسة اليابانية الجديدة وهدو الرواد في هذا العلم عندهم الان 14 بيبي تم ولادته من هاي التقنية كانت المشكلة يبدو انه الخلية المدورة اللي هو الحيوان المنوي المدور هو شبيه جدا بالكريات الدم البيضاء فيبدو انه العلماء زمان لنسبة الفشل انه ما كانوا يميزوا بينهم التنتين فكانوا يحقنوا البويضة يبدو مش بحيوان المنوي كانوا يحقنوا بما يشبهه الان طوروا تقنية لاكتشاف هاي الخلية المدورة بدقة ويستعملوها طبعا فيه بروتوكول كمان لتنشيط البويضة وتوشيط هذه قد تكون فتحة امال انا مش عمالي بحكي انها هي الحل ولكن اعتقد انه فيه طور انه انطور هذا الموضوع ونوصل لآمال اللي معهم حيوانات المنوية طب دكتور لانه فيه ليالي على التليفون ما بدنا نخليها تستنشوا كتير صباح الخير ليالي صباح الخير يعطيك العافي تفضلي حبيبتي بس بدي احكيه بدي اتكلم الدكتور بدي احكي له انه انا صاري ثلت سين من الزوجة وقالوا لي ما عندك حاجة مع ان الزوج مخلف يعني قبل بس انا لما نزواج بي انا ما خلف وقالوا لي ما عندك ولا اي حاجة صباح الخير ست ليال يعني حالتك تدخل ضمن مجموعة نسميه العقم او تأخر غير المفسر طب عفوا دكتور انا انتسف على المقاطعة بس ممكن ناخد اصال تاني ونجاوب عليهم مع بعض مش هناخد اكبر اكبر عدد طبعا لو سمحت بعد اسمان طيب معانا امنى كمان على الخط صباح الخير امنى امنى من الطفيلة صباح الخير طيب مفاصل طيب راح الخط طيب متأسس بالنسبة لحالات في انا جزء 30% من حالات العقم وتأخر الانجاب بيكون غير مفسر يعني لا تجد لا سبب عند الزوج ولا سبب عند الزوجة يعني زي حضرتها ما بتقول انه زوجها مخلف قبل هيك اعلامة ايجابية انو حيواناته المنوية جيدة هلأ بالنسبة لحضرتها وهي عاملة فخوصات يبدو وثلاث سنين معناها رايحان دكاترا واطبها اعتقد انو الموضوع قد يكون غير مفسر وكلمة غير مفسر تعتمد قديش انت بتدخل بالعمق تبع الموضوع يعني قديش عملة فخوصات ما منقدر نعرف بس مثلا سؤال لها هل عملة منظار للبطن لتكتشف انو عندها بطانة الرحم الهاجرة ولا لا مش كفاية انو بس المبيض عم بيشتغل وانو الانابيب كويسة لنقوه والهرمونات منيحة لنقوه انو كل شيء هاي اول شغلة شغلة التانية العقوم غير المفسر هو احنا مسميه سهل الممتنع في بعض الاحيان هدول سهل الممتنع لانك مش تلاقي سبب انك تعالجه بحد ذاته هدول نحن منصحهم انو يمشوا لاطفال الانابيب مباشرة لانه قد تكون هي اكثر تقنية ممكن تقربهم من الحمل والانجاب امالها جيدة ثلاث سنين لا تعني اي شيء نصيحتي لالها اختاري الطبيب الجيد اختاري المختبر الجيد توكلوا على الله روحوا لاطفال الانابيب نسبة نجاحها جيدة 40-50% احد افضل واحسن انك تظلك قاعدة تنتظري حدوث المعجزة تمام احنا في معنا اتصال ثاني معنا شروق صباح الخير يا شروق صباح الخير اهلا وسهلا فيك تفضل عليكم كلكم اول شيء شكرا صباح الخير للدكتور صباح الخير اهلا وسهلا انا عندي مشكلة بس انا منتجوز من تقريبا اربع شهور لدكتور وعندي التحبات تأخر حملي يعني انا نخلف قبل وجوزي نخلف قبل بشكل عام شكرا لسؤالك طيب اذا عم نحكي عن سؤال ان الالتهابات لها اثر على الانجاب بشكل عام بشكل عام 80% ما الى لانه اغلب الالتهابات اللي بتصير عند النساء عندنا الالتهابات قد تكون فطرية واحنا نسوي الالتهابات وشائعة جدا شائعة جدا بالمهبل وما بتعمل اي عقم الالتهابات القوية جدا اللي ممكن انها تأخر الحمل والانجاب بتكون مظهرها مختلف تماما تيجي بوجع شديد بالبطن وارتفاع شديد برج الحرارة بتكون الالتهاب صار واصل للرحم ولا قنوات فالوب هذه قليل جدا ما منشوفها ببلادنا لانه عادة هاي الالتهابات تنتج عن امراض جنسية الحمد لله احنا مجتمعنا ومحافظ ما في عنا هذا الكلام فالالتهابات غالبا هي ليست مصدر لنقول انها تقلق او انها بتعمل عقم عند الست بالنسبة للجزء الثاني من سؤالها الوجع اللي بالبطن اذا كان الوجع بيجي مع الدورة غالبا غالبا هاي الاوجاع بتنتهي بعد الحمل الاول بتختفي وإلها علاقة غالبا انه عنق الرحم بيكون قاسي وشديد نزول الدم في مصاحبة مغس واشي من هذا القبيل بس هي عندها بيبي من قبل حكيت عندها بيبي ولداني هلأ هون بيجي أسباب تاني زي الألياف مثلا ألياف بالرحم بتعمل آلام ممكن يكون أكياس على المبيض ممكن بتعمل آلام هلأ في أسباب تانية كمان بالحوض احنا ما بنا نظلنا نركز بس على الجهاز التناسلي احنا في عنا مثانة بولية ممكن يكون في عنا التهاب بالمثانة البولية في عنا القولون القولون الغصبي شائع جدا عنه وإحنا مع شوية الاسترس ممكن يعمل آلام فعادة هذا بيعملوا الإشياء بسموه ملتي ديسبلانري أبروتش يعني دكتور النسائية ودكتور المسالك البولية ودكتور الجهاز الهضمي بكل واحد منهم بيبحث بالمنطقة تابعته يشوف فيه أي سبب منهم إذا لقينا سبب إذا العلاج سيكون موجه لهذا السبب فأنا بنصحها أول شي تبدأ مع دكتور نسائي وتوليد يعملها تقييم إذا ما لاقيه شيء ممكن أنه يحولها دكتور جهاز هضمي أو دكتور المسالك البولية طب دكتور على ما يجي اتصال تاني فيه سؤال مهم وتقنية أيضا مهمة وتخص مرضى السرطان وهي تخزين الحيوانات المنوية وأيضا المويضات وخاصة لمرضى السرطان لا تعطيهم فسحة أمل أنه بعد العلاج إن شاء الله ممكن أيضا ينجبوا أطفال حكينا أكتر عن هذا الموضوع روان شكرا كتير على هذه الملاحظة الرائعة جدا أنا يمكن حتى الموضوع قبل كم يوم استفزني يمكن كنا حكينا عن الموضوع لأنه أمرار بيجيني للأسف شديد شباب متزوجين جديد عمرهم 22-23 ما في حيوانات منوية أو ما في بويضات طيب ليش بترجع بتاخد التاريخ الطبي بقول لك والله يا دكتور أنا قبل 3 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين وأنا صغير على جوني كيماوي لأنه كان في عندي سرطان بالعقد اللينفاوية سرطان بالدم وقتلت كل الخلايا الإنجابية سواء حيوانات منوية أو بويضات طبعا هذا يعني شيء يعني مش المفروض أنه بهالعصر اللي إحنا هلأ فيه موجودين أنه يضلوا موجود على الساحة الجدير بذكره أنه بريطانيا أنشأوا هيئة كاملة تعني تعني بهذا الموضوع بحيث أنه المريض لما بتشخص بسرطان خصوصا إذا كان أقل إحنا عم نحكي عن العمر الإنجابي اللي هو أقل من 45 المفروض أنه على الطول أنه يدخل إلى مشورة كيف يجمد حيوانات منوية أو إذن طفل لسه ما في حيوانات منوية جزء من الخصية عين من الخصية أو إذنها طفلة بنت أنه يخزنه جزء من المبيض أو إذنها بسن الإباضة أنه يخزنه بويضات لإلها ليحموا القدرة الإنجابية بالمستقبل لأنه إحنا منعرف أنه كثير من الأدوية الكيموية تقتل المبيض وتقتل الخصية طب إحنا منفكر في شفاءهم يعني مظبوط أنه هذا أهم شيء الآن شفاءهم والدواء ولكن مش على حساب إحنا بدنا حياة طيبة بدنا حياة إنجابية هذا بكرة بتزوج فلما يدخل عندنا وعماله بشكيلي وأنه ما حد انتبه لهذا الموضوع والله أني أشعر بالألم الصحيح طبعا الحلو بالموضوع المشكلة أنه دكاترة السرطنات والأورام هذا بالقديم كان هلأ اتحسنت الأمور خصوصا بوجود مركز الحسين للسرطان عندنا بالأردن المفروض أنهم بسرعوا جدا بعلاج السرطان هذا ما بيعطي وقت كافي للمريض أنه يفكر بالأوبشن تبع الإنجاب وكيف يحفظ حيوانات المنوية الحلو ببريطانيا الهيئة اللي عملوها متصلة بكل مراكز العلاج السرطان المريض على طول بيخبروه أنه لازم تشوف الدكتور هلأ أين المشكلة كانت الموعيد بعد شهر وشهرين طيب ما هو بده يبلش العلاج صار عندهم إيش بيسموه يعني عندهم فقط من 6 أيام إلى 12 يوم لازم يكونوا حالين مشكلته على مستوى وطني نحن نستطيع أن نفعله في الأردن نستطيع أن نكون رواد بهذا العمل ونستطيع لأن نسبة السرطان أدي عنا 5% 7% 200% معناه في ناس عم تتأثر بهذا الكلام وهذا بعطي أمل حتى للي تحت سن الإنجاب يعني 9 سنين 8 سنين عندهم سرطانات أيضا في أمل صار عندهم إذا باخدوا كيماوي أيضا يصير عندهم قدرة على الإنجاب زي ما حكيت أنهم باخدوا جزء من الخصية أو خزعة من الخصية مضبوط إحنا الآن فخورين كمان بأطباء بمركز الحسين للسرطان عندهم نظرة قوية لهذا الموضوع وبدأوا الآن بإرسال المرضى لتخزين الحيوانات المنوية أو بويضاتهم أو هذا لأنه الأمر فعلا أمر مهم جدا وعم تحكي عن فئة مهمة من الناس اللي الله بعيشها بتعيش وبتشفى شفاءتان من السرطان برضو بدأت دور على الإنجاب بالمستقبل طبعا أكيد دكتور عارف شكرا جزيلا لإلك يعني نحن حتى أخذنا 3-4 دقائق يعني زيادة من وقت الفقرة ومتمنى يعني لو نأخذ اليوم كله صراحة ويتخبرتك المميز شكرا لك من تطلع إن شاء الله لفقرات قادمة شكرا لإلك شكرا لروان شكرا لرؤية وبتمنى لكم دايما التوفيق أهلا سهلا فيك دكتور